مرحبا معكم أشرف صباح في قناتكم سيلفي سبورت واليوم بدي منك تترك كل إشي بإيدك وتجيب لك إشي تشربه وتركز معاي كثير منيح لأنه موضوع اليوم مزا إي موضوع المحتوى اليوم مميز غريب وكثير مهم عن تطور تحليل كرة القدم وإنه إيش علاقة علم الرياضيات في تحليل كرة القدم عشان نفهم هذا الموضوع أكثر لازم أعرفكم على شخصية تعالوا نتعرف على هاي الشخصية اللي أثرت كثير في هذا المجال ديفيد سومتر بروفيسور في الرياضيات التطبيقية في جامعة أوبسالة في السويد أصله من لندن لكنه نشأ وترارع في إسكوتلندا حصل على شهادة الدكتوراه في الرياضيات من مانشستر وأيضا حصل على شهادة الـ IMAs لإيصال الرياضيات لأكبر جمهور ممكن في العالم قبل ما يصير بروفيسور في جامعة أوبسالة بدأ يعمل أبحاث في جامعة أوكسفرد وبدأ يكتشف اهتماماته أكثر فكان مهتم في كيف تساعدك الرياضيات في فهم العالم الخارجي قصته مع كرة القدم بدأت منذ الصغر مثل أي طفل صغير كان يلعب كرة مع أخوه لكن ديفيد ما كان موهوب اللي كان موهوب هو ابن ديفيد اللي دخل على فريق كرة القدم ومثل أي فريق للأولاد الصغار بيختاروا أحد الآباء بأنه يكون مدرب الفريق فاتطوع ديفيد أنه يكون مدرب لهذا الفريق بسبب عودة اهتمامه في كرة القدم بدأ في كتابة كتاب يدعى السكرماتيكس وهو كيف تفهم كرة القدم من خلال علم الرياضيات بعد ما كتب الكتاب وقدم محاضرات كثيرة عنه ومن ضمن محاضراته كانت في تيد توك وصلته دعاوي كثير من الأندية أنه يزورها ومن ضمن هذه الأندية وصلت وظيفة من نادي هامربي سويدي أنه يشتغل ضمن الفريق وضمن الإعداد الفني بأنه يدخل علم الرياضيات في تحليل أداء نادي هامربي الكتاب يقول بأن كرة القدم فن ولكنها أيضا علم يدرس ويدرس وكل لاعب يستخدم الهندسة وعلم الدنمكيات الهوائية ويستند إلى احتمالات الأداء ليقدم أفضل ما لديه الرياضيات بتلعب دور أساسي ودور إضافي في كرة القدم لتقدم لللاعب ميزة إضافية في التنافس الكتاب يقول بأن لاعبي كرة القدم ماهرون بالفطرة في الرياضيات ولديهم فهم بديهي للرياضيات وأساسيات الرياضيات بحيث أجرعت أبحاث من علماء الهندسة وعلماء الرياضيات بتحليل أداء أفضل اللاعبين بأن 30% منهم لديهم فهم بديهي في الرياضيات وبالأخص في الهندسة من دقتهم في اختيار التمريرة واختيارهم لزوايا التمرير حسب الموقف من جوانب الإحصائية اللي بيقدمها علم الرياضيات لتحليل كرة القدم وهي شبكات التمرير شبكة التمرير بتوضح العلاقات التمرير بين اللاعبين فمثلاً والنقاط قوة الفريق والنقاط ضعف الفريق كيف الفريق بيتعامل مع الكرة في المناطق المعينة وأيضاً التناسق بين اللاعبين وتفاهمهم بين بعضهم البعض مثلاً هنا شبكة تمرير أخرى لفريق لستر سيتي بتورينا أنه كان لستر سيتي ينتمد على التمرير الطويل أكثر من القصير وهنا نقدر نعرف البروفايل الفني للفريق المعين نقدر نعرف أسلوبه الفني وكيف نتعامل معه في المباراة هون عنا نوع اخر من شبكات التمرير تقدر تلاحظ معدل التمركز بين اللاعبين وتحركوا اثناء التمرير ومن هون منلاحظ انه تمركز ستيرلينج كان يتمركز بشكل واسع جدا ويتحرك بين الجناح الايمن الى الجناح الايسر هالشبكات بتعطينا تفاصيل اضافية فنية مهمة بتخلينا نفهم اسلوب الفريق الخصم كيف نعمل تكتيك مضاد جيد ضده وانه قاد قوته وانه قاد ضعفه وكيف نقدر نلعب ضده بافضل طريقة ممكنة من اكثر الاحصائيات المشهورة في عالم تحليل كرة القدم وهي الـ expected goals وهي تقدير جودة الفرص اللي بيصنحها فريقك وكيف تقدر ترفع نسب التسجيل من خلال هاي الاحصائيات المسافة والزاوية عامل مهم في هاي الخاصية فمثلا كيف بتزيد نسب التسجيل من مسافة قريبة وزاوية رؤية مفتوحة وكيف بتقل نسب التسجيل من زاوية رؤية بعيدة وزاوية رؤية معدومة ومسافة بعيدة عن المرمى فبتحكي الاحصائية ان احتمالية تسجيل هدف عن بعد 22 متر هي 3% فقط يعني اللاعب بيحتاج الى تسجيل 33 تسديدة حتى يسجل هدف واحد لكن اذا تم تدوير الكرة حتى يصل الفريق الى حالة واحد ضد واحد بترتفع نسب التسجيل الى 40% يعني احتمال تسجيل الهدف من حالة واحد ضد واحد هو اعلى ب13 مرة من احتمال تسجيل الهدف من مسافة بعيدة لهيك المدرب بيتمد على تدوير الكرة وتمريرها بيحاول وصل الكرة الى مساحات ومسافات ممكن الفريق يوصل فيها في حالات واحد ضد واحد عشان ترتفع نسب التسجيل في الملعب هالاحصائيات مفيدة غير انها بتحسن مستوى الفريق واللاعب بشكل كامل ايضا تقدر تعرف منها وين الخلل فمثلا فريق صنع فرص كثيرة ونسبة تسجيل الفرص عنده عالية ولكنه لا يسجل اهداف ما سجل اهداف اذا المشكلة مش بالاسلوب الفني ولا انك تلوم المدرب لا المشكلة فقط في انهاء الهجمات ومن هيك انت بتقدر تعرف وين الخلل بفريقك وايضا تقدر تقارن بين الاساليب الفنية فمثلا نسبة صناعة الفرص في دورتموند توخيل افضل بخمسين في المية من نسبة صناعة الفرص في دورتموند كلوب في تجربة اقيمة في فرنسا من عالم مشهور وضعوا طالبين امام بعض طالب في وضع الثبات وطالب اخر بيتحرك في اتجاهه بشكل مستمر وعادوا التجربة اكثر من مرة واجدوا بانه تيار اتجاه الطالب دائما بنسبة 60% يميل الى اتجاه اليمين نقلوا هالدراسة الى تحركات لاعبي كرة القدم ودرس تحركات تمريرات بيرلو ووجدوا ان تمريرات بيرلو عندما يكون في اليسار تكون الى اليمين وعندما يكون في اليمين تكون تمريراته الى اليسار تمت مقارنة ذلك مع شفانشتايقر واجدوا ان شفانشتايقر يدور الكرة اكثر في الملعب ويمرر اكثر باسلوم مباشر والى الامام الاختلاف هذا بين اللاعبين طريقة تحليل اداء اللاعبين بهاي الطريقة تعطيق اضافيات كثيرة فمثلا انت رح تتوقع كيف ممكن اللاعب يأدي في الامباريات القادمة وايضا كيف ممكن تعزل اللاعب عن الفريق وكيف ممكن يتوقف تمريراته واذا بنحكي عن علم الرياضيات فاكيد لازم ننطرق الى موضوع زوايا وخيارات التمرير فعلم الرياضيات بيدرس زوايا التمرير المتاحة امام كل لاعب عشان يمرر له في الملعب فلاحظ الاحتلاف بين زوايا التمرير المتاحة امام بوسكيتس وزوايا التمرير المتاحة امام ميلنور حالات مثل هذه يمكن دراستها بعد المنبراءة ومناقشتها لتحسين اختيارات اللاعب الفنية في الملعب وتحسين قراراته الشيء ما توقف على دراسة زوايا التمرير المتاحة فقط والخيارات المتاحة امامه لا درسوا كل تمريره فمثلا كم تمريره احتاج الفريق ليوصل الى هدف او كم تمريره مر الفريق والكرة انتهت في تزديده ايضا نفس الشيء للعرقلات والتزديدات الرأسية والاخطاء الفردية ايضا في ضربات التماس تدخل عمل الرياضيات فحسب الابحاث اللاعب يلعب ضربة التماس في زاوية 45 درجة من خط التماس لكن اظهرت الابحاث بانه عندما يقوم لاعب كرة القدم بتنفيذ ضربة التماس في زاوية 30 درجة من خط التماس فانه يقوم بتنفيذها بسرعة اعلى مما يعني انها الزاوية المثالية لتنفيذ ضربات التماس حتى في رقلات الجزاء فحسب الدراسات لرقلات الجزاء في كأس العالم كان يميل الحارس للذهاب الى الجهة اليمنى عندما يكون الفريق متأخر في النتيجة وتحت الضغط وبيحكي لك علم الرياضيات بأن الهدف المثالي بيكون بعيد عن نصف المرمى ثلاثة متر وبارتفاع واحد ونصف متر يا إما في الزاوية العليا اليمنى أو اليسرى ولما بحثت أكثر في الموضوع صار عندي فضول أشوف مين من المدربين اللي جمع بين شهادة الرياضيات وشهادة التدريب فوجدت هاتسفيلد المدرب الصابق للمنتخب السويسري ونادي باير ميونيخ ونادي بروسي دورتموند هاتسفيلد من المدربين اللي جمع بين شهادة التدريب دبلوم في تدريس الرياضيات ودبلوم في تدريس التربية البدنية صرح في عام 2007 بأنه يتمنى أن يعلم أساسيات الرياضيات لللاعبين حتى يطبقوها في أرض الملعب في النهاية لازم أحكي أن كرة القدم مش واحد زائد واحد يشاو اثنين كرة القدم مش علم ثابت لا هي علم متغير في أشياء في كرة القدم بتصير بدون من الواحد يقدر يفسرها بس إدخال الرياضيات في تحليل كرة القدم تعطينا فهم أكبر للأسلوب الفني وفهم أكبر لأسلوب المدربين والإحصائيات الفنية اللي ذكرته شيء بسيط من اللي بتم تعليمه في الأكاديميات حاليا فيه تركيز كثير كبير على صغار السن بتم تحليل ردات فعلهم تمريراتهم تستيداتهم وأقل التفاصيل الفنية اللي بيعملوها في الملعب التجارب اللي بتصير كثيرة واللي لازم يتعامل مع هيك تجارب وهيك إحصائيات لازم يكون عنده فهم في التعامل مع الأرقام وأيضا فهم في كرة القدم التحليل بيتطور باستمرار وعشان تكون مدرب ناجح أو محلل ناجح لازم تتطور في فهمك للتحليل وتتطور في قراءة أبحاث جديدة وقراءة كيف بتم التطور في تحليل كرة القدم وبهيك بكون وصلت لنهاية الموضوع بتمنى إذا عجبكم الموضوع تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة أو بيس